من المولد بلا حمص بس احنا مو طبعنا نطلع من المولد بلا حمص الان فيما اذا لو واحد ثلاثة ايضا قرار المحكمة الاتحادية وهذا متوقع انه قرار فتح باب الترشيح غير مقبول يعني انتم ستخرجون من هذه بلا شيء ما هي الخطوة التي ستتخذونها اذا كان قرار المحكمة الاتحادية يمنع المرشحين الجدد لكم راح تطلعون من المولد بلا شيء نعم من المولد بلا حمص بس احنا مو طبعنا نطلع من المولد بلا حمص امانة هذا الاحتمال وارد لكن اليوم قرار المحكمة بتأجيل البات في دستورية فتح باب الترشيح وعدم دستوريته اتصوري مجال كم يوم لكل الاطراف للتفكير انا فيه تقديلي ربما مؤشر ايجابي في اتجاه حل حالة الموضوع لان الدفعات اللي اللي قدمت اليوم امام المحكمة الاتحادية انه ليش حيئة رئاسة البرلمان اخنت هذا القرار او سيد رئيس البرلمان تخذ هذا القرار لان السقوف الدستورية والزمنية سقطة عملية نعم لذلك فلذلك فتح باب الترشيح في سبيل الابقاع الموجود اللي كانوا بس اذا اكوا اخرين حتى العملية تستمر واتصور كانت دفعات قوية وناجحة والمحكمة يعني هم ما رح تنظر فقط الى النصوص الجامدة اي محكمة في العالم قلتها واقولها لازم يكون عندها كومن سينس حس العام الحس السياسي الطبيعي الشعور بالوضع السياسي بالوضع الداخلي بالوضع الاجتماعي يعني ما معقولها تذهب في في اتجاهات بالضد من كل هذه المسائل يعني القضاءة على عيني وعلى راسي هم حكام ملتزمين بالقانون لكن ايضا الافق السياسي او الرؤية السياسية والاجتماعية هم في تقديري رح ياخذوها بنظر الاعتبار انا ذاك رح يكون لكل حادث حديث انا ما رح اقفز الى اي نتائج جاهزة شراح نسوي شنو برنامج شنو شنو رح نطلع من المولد لا والله هذا سابق لعوانا خلينا ننتظر ان شاء الله الى واحد آذار وبداية الرجل طيب انا عجبني وتجديد الحياة عندنا في كردستان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة